بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب سجود السهو والتلاوة والشكر وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوى أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو أو ترك واجبا من واجباتها سهوى أو شك في زيادة أو نقصان وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروا فتمما وسجد للسهو وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة فقال وماذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتيني بعدما سلم متفق عليه وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سجدتيني قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان رواه أحمد ومسلم وله أن يسجد قبل السلام أو بعده ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة أي سنة وقد ثبت في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه سجد أسباب سجود السهو ثلاثة أولا الزيادة كأن يزيد الإنسان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ثانيا النقص كأن ينقص الإنسان واجبا من واجبات الصلاة ويفوت محله ثالثا الشك كأن يتردد كم صلى أثلاثا أم أربعة والشك نوعان شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة فهذا لا يلتفت إليه مطلقا حتى يأتي اليقين وشك داخل العبادة وحكمه إن كان كثيرا لا يلتفت إليه وإن كان قليلا بنا على ما ترجح له وإن تساوى الأمران بنا على الأقل فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين